وناخد الأستاذ رمضان أستاذ رمضان السلام عليكم يا حبيبي الناس عمدها رمضان واحد وإحنا عمدنا رمضانين دلوقتي ما شاء الله الله خلينا عم الشيطان اتفضل يا سيد دلوقتي أنا توز من أربع سنين أي وحضرت الزواجي دي تعب الشرعي وتوفق الله مين؟ مين؟ مين مت؟ زوجتي الله يرحمها الله يرحمها دلوقتي عنده تفضل أي عندها دلوقتي حالياً تلس سنين أي القانون المصري بيقول أن الحضارة المسرودة بعد الأم أم الأم أي هل دي مرضو شرعاً أن أنا هتحرم منها يعني أنا أنا أحب زوجتي دي وزوجتي دي بتحبيني بس أنا شرخات رب منها تتلاقي الموت بتاعها فأنا حالياً متعرض أن البنبي دي يعني تروح قانوناً لأم الأم طب أنا هجاوبك يا رمضان حاضر شكراً لك يا حبيبي يعني الأول خالص تعازين القلبية ربنا يرحم زوجتك ويتقبلها في الصالحين اللهم أنزلها منازل الشهداء اللهم أمين يبقى هنطلع من خير الكلام النهاردة إن شاء الله لسان وحالنا الشكر مش بس هنقولها باللسان مش هنقول الحمد لله الحمد لله تجي تبص الواحد أسنع كلامك أصدقك أشوف أمورك أتعجب أه تلاقيه ناقم ومش حاجة بحاله ومفيش حاجة عجباء ومفيش حاجة بترضية وبعد يقول لك يا الله الحمد لله إيه 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 الحمد لله استفدنا إحنا إيه دلوقتين إحنا عايزين يبقى لسان وحالنا الحمد لله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجباً لأمر المؤمن ما له المؤمن ليه عجباً لأمر المؤمن قال إن أمره كله خير المؤمن ما عنده الشر إزاي يعني النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام إن أمر المؤمن كل أمر المؤمن خير إزاي يا رسول الله قال إن أصابته صراء شكر فكان خيرا لا وإن أصابته ضراء صرخ نقم غضب لا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ربنا يجعلنا من المؤمنين